حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ناجوزي أوكونجو إيو يالاب أن العالم مقبل على ركود عالمي في وقت يواجه أزمات متعددة وقالت إنها تتوقع انخفاض توقعات التجارة العالمية لعام 2022 عن النسبة الحالية البالغة 3% لأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة الناجمتان عنهما قال البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في منطقة شرق أسيا والمحيط الهادي سيضعف بشكل حاد في عام 2022 وتوقع البنك الدولي أن يتباطى النمو في منطقة شرق أسيا والمحيط الهادي إلى 3.2% انخفاضا من توقعاته البالغة 5% في إبريل وأكد البنك الدولي أن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين أن جمعا قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا أكد بنك إنجلترا أنه لن يتردد في رفع أسعار الفائدة لدعم قيمة الجنيه الاسترليني بعد يوم من الاضطرابات في الأسواق وأشرت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا إلى أنها لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة بقدر ما يلزم لإعادة التدخم إلى 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط وذلك بما يتماشى مع اختصاصها أكدت المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة تعليق أعماليها فجر السبت المقبل إذا لم يقر الكونغرس رفع صقف الدين العام الأمريكي هذا وزادت حدة الضغط في الكابيتول حيث تجرى خلف الكواليس مفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهورية وذلك للتواصل إلى اتفاق مؤقت يرفع صقف الدين العام الأمريكي دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية وإغلاق مؤسساتها المزيد في سياق التقرير التالي تواجه الولايات المتحدة أكبر تحدي لها منذ اندلاع الأزمة الأوكرونية حيث هددت المؤسسات الفيدرالية بتعليق أعمالها حال لم يقر الكونغرس رفع صقف التمويل قبل بدء السنة المالية الجديدة وفي الدقيقة الأولى من فجر السبت المقبل ينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة إغلاق الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين هذا وازدادت حدة الضغط في الكابيتول حيث تجري خلف الكواليس مفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتوصل إلى اتفاق مؤقت يرفع سقف الدين العام الأمريكي دون انقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية وإغلاق مؤسساتها مفاوضات عدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مشروع قانون يرفع سقف التمويل بما يكفي لتأمين احتياجات الحكومة الفيدرالية حتى منتصف ديسمبر المقبل ويتوقع أن يشمل أيضا أكثر من 12 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا ومن شأن هذا القانون أن يسرع عملية إصدار التراخيص لمنشآت الطاقة في الولايات المتحدة سواء كانت هذه المنشآت تعمل في مجال الوقود الأحفوري أو في مجال الطاقة النظيفة الذي يدافع عنه الرئيس جو بايدن أكد الكريملين أنه لا يستبعد أن يكون التخريب سببا وراء الأضرار التي لاحقت بشبكة أنبيب نوردستريم التي بنتها روسيا في بحر البلتق وكشفت السلطات السويدية والدنماركية عن تصرب غاز في موقعين من خط أنبيب نوردستريم وان في بحر البلتق ووضعت الدنمارك قطاع الطاقة في حالة تأهب قال وزير المالية الكورية الجنوبية تشول كوينغو هو إن اقتصاد بلده يعاني من حالة عدم اليقين العالمية المتصاعدة وطوقعت وكالة ستاندرد أنبورز أن تبلغ توقعات التضخم لعام 2022 لكوريا الجنوبية 5% تعاني منطقة آسيا والمحيط الهادي الكثير من المشاكل الاقتصادية وخصوصا التضخم الذي اكتاح العالم بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث أكد وزير المالية الكورية الجنوبية تشو كيونغو أن اقتصاد بلاده يعاني من حالة عدم اليقين العالمية هذا وترجعت العملة الكورية الجنوبية بوتيرة حادة مقابل الدولار الأمريكي وسط المخاوف من أن السياسات التشديد النقدي القوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود وتتزايد توقعات السوق بأن يقوم بنك كوريا الجنوبية المركزية برفع سعر الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس أخرى وذلك في الأشهر المقبلة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار خمس وسبعين نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي هذا وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تبلغ توقعات التضخم لعام 2022 لكوريا الجنوبية نسبة 5% وأن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.6% هذا العام كما حافظت الوكالة على تصنيفها الاقتمانية لكوريا الجنوبية عند المستوى AA وهو ثالث أعلى مستوى لدى الوكالة مع نظرة مستقبلية مستقرة وبناء على نتائج المشاورات السنوية تخطط ستاندرد أند بورز للإعلان عن قرارها بشأن التصنيف السيادي لكوريا الجنوبية وذلك في النصف الأول من العام المقبل 2023 أعلنت كوريا الشمالية والصين استنافى رحلات القطارات التجارية عبر الحدود بعد تعليقها 5 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا وفرضت بيونج يانج إغلاقا صارما منذ بدء تفشي الوباء مما أدى إلى تراجع الحركة التجارية مع بكين رغم أهميتها الجوهرية لاقتصاد كوريا الشمالية وكان قد تم تعليق حركة قطارات البضائع بين البلدين نهاية أبريل الماضي بعدما أفادت مدينة داندونج الصينية الحدودية عن بؤر إصابات بكورونا أعلن بنك إنجلترا أن تداول بالأوراق النقدية التي تحمل صور ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيبدأ بمنتصف 2024 وأوضح بنك إنجلترا أنه سيتم طباعة صورة الملك على الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر مشيرا إلى أنه لن يتم إجراء أي تغييرات إضافية على تصميمات الأوراق النقدية شكرا